السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم عن تفسير حلم الطيران فوق البحر وفوق الأماكن المعلومة أو المشهولة ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو يرجى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وشكراً على الدعم بالفيديوهات السابقة ولنبدأ حلقة جديدة يقول ابن سيرين أن الطيران في المنام يدل على كثرة التمني وقد يدل الطيران في الحلم على الولاية والسلطة لمن كان لها أهلاً ويضيف ابن سيرين أن الطيران بأجنحة في المنام فهو ينتقل من حال إلى آخر وتتبدل أموره وأما الطيران دون جناح فيدل على نيل الأمنية ومن كان متحكماً بنفسه أثناء طيرانه في المنام يستطيع أن يطير ويتوقف بإرادته فإن ذلك يدل على تيسير أموره ونيل مقصده من رأى أنه يطير فوق مكان يعرفه في المنام فلا يستقر بقرار من رأى أنه يطير فوق مكان مشهول في الحلم فهو لا يأمن بأمان أما من رأى أنه يطير في الصحراء فهو يتوه في حياته